عن موضوع الأزمة الديبلوماسية يعني أنت أول ما تشكلت حكومة رئيس مئتي يمكن عتب وقت عليك ست في ثلاث ألغام طلعوا حكيت عن خمس ألغام بذي فقوا هذي الحكومة بموضوع المرفق أول واحد العلاقات العربية العلاقات العربية بس كنتحكي بموضوع ثالث هو موضوع كمان حكيت بخمسة منهم حتى الخلاف حول ترسيم الحدود موضوع رياض سليم موضوع كمان الاتفاق مع صندوق النقد اللي كمان جاي على الطريق علما أنه رغم كل الأجواء اللي تشيعت اليوم أنه المفاوضات حول صندوق النقد أو مع صندوق النقد الموضوع لا بعدنا بالإطار الفني وبرجع بأكد قبل الانتخابات إذا حصلت لن يحصل أي شيء بهذا الموضوع أصلا إني عم بقوله كمان لا لا هو أي يعني صار في ترجمة بدون حكومة إصلاحات وبرنامج شامل على أساسه يتم التقديم وإذا ما في حكومة تقدر تجتمع كيف تعمل تاخد إجراءات وإصلاحات علما أنه هذا كمان بده قوانين بمجلس النواب على كل حال كله مرهون بأمور عديدة وما بقى فينا نحكي بلبنان عن خطط لا عن خطط لأشهر ولا عن سنوات عم نحكي حتى مش أسبوع باليوميات مع الأسف طيب انت لا أمن هون يعني اليوم الرئيس مئاتي واضح أنه دعي جورج إرداحي لقدم استقلته وكان واضح أنه جورج إرداحي لن يقدم استقلته طيب هون في شي مخرج معين عم بيتم الشغل عليه بمرحلة تانية أو عمليا ستنفجر هذه الحكومة بشكل كامل رغم كل النصائح الأمريكية والفرنسية أنه لا ما تقدم استقلتك يانا جيب مئاتي أنت بتقول من الآخر من الآخر لحد هذه اللحظة ما في ولا مخرج بدي استعير من صديق سياسي مخضرم قال مناخ جلاسكو أو قمة المناخ أو مناخ جلاسكو مختلف عن مناخ بيروت اللي منشوفه وردي إلى حد ما أنه لقاءات وصور واجتماعات وسلم جرين بيجلاسكو بس توصل فوق بيروت طبعا راح توجه ملبغ وملوغ طبعا لأنه لأنه الأزمة هون نحن دايما منفتش عن الترياق مثل ما كان حالب العراق منفتش على وين مكان بس المشكل هون بالنهاية فلما عاد الرئيس مئاتي طلع بوجه هل الأول شي كلام السيد شيخ نعيم آسم يلي طلب من السعودية يعتذروا أنه هيدا عدوان بيان كتلة وفاق للمقاومية اللي كمان حكي عن الموضوع وأصر على موضوع التحقيقات والقاضي بيطار بس حكي الرئيس مئاتي بالسراي وهون مفارقة يعني قبل نزل من بعبد راه على السراي بعد راه عند الرئيس برري كمان الرئيس مئاتي حكي رد عليه فورا الوزير الارضاحي عبر الميادين عبر الميادين ما يعني أنه الموضوع جدا معقد ومربوط وبرجع بقول لا السعوديين يعني جهزين بهذه الشروط الحالية لترتيب ما لأنه الموضوع يتعدى عم نحكي عنه الواقع الحالي لأنه هذا هذا بدأ بالألفين واربطعش خلينا نقول حتى بالألفين واربطعش مع الرئيس مئاتي وقتها اللي صارت حكومة سموة حكومة حزب الله طبيعي أنه فيما بعد الملك عبد الله أخذ إجراءات معينة إلى أن حصل ما حصل وإجا العهد الجديد ما بدي يفوت بهال طبعا هذا الموضوع ده وحتى الرئيس سعد الحرير العلاقة مع حزب الله والترتيب والتسوية كمان الواقع اللي صار بعد زيارة الرئيس عون بأول السبع عشر على السعودية ثم إجا تامر السبهان وكل هذا الجو ما بدي أرجع له لكن فهذا الموضوع طويل ومعقد وإله علاقة بمحاور بدأت تظهر بالمنطقة تحديدا بعد اشتيح العراق بالألفين وثلاثة ما بدنا كتير نتوسع لكن الموضوع بيتخطى مثل ما سر معروف إقالة وزير أو حتى الإطاحة بالحكومة بيكاملها هذا بده إعادة رسم للسياس القارجي طبعا مسار لبنان فإذا لا السعوديين جاهزين ولا الحزب الله والقوى المتحالفة معه في لبنان أمام هذه المعركة اللي بيعتبروها مصرية كمان جاهزين لأنه واضح أنه ما يسمى سلطة بلبنان اللي هي مجموعة سلطات مجموعة مراكز خلينا نقول هي وقع بين شقوفين بين السعودية ومن معها وبين حزب الله هوضي الطرفين أما الباقي كله بيلعب ضمن هامش معين بإطار محلودة تصور مثلا أنه رئيس جمهورية ما بيقدر يدعي مجلس وزارة إذا رئيس الحكومة ما بده رئيس الجمهورية بده يدعي وعيون قال عنه وهو كتير يعني منزعي جدا من الواقع وجره بيحكي مع السناء الشعي تحديدا يعني مع حزب الله بهذه القضية طبعا هنه مستعدين يجوا على جلسة مجلس وزارة ليبحثوا بالموضوع بالموضوع السعودي لكن مش طرح موضوع استقالة الوزير إرداحي الرئيس ميقاتي بيعرف إذا جينا على هيك جلسة يعني هكون فيه تنفجر الجلسة وبالتالي ما بده جلسة فللرئيس عون قادر يدعي لجلسة وللرئيس ميقاتي رح يدعي لجلسة قبل ما يكون تم ترتيب معين الرئيس ميقاتي ما فيخفيك الأمر وانت بتعرفه الكل صار ويعرفه بلش بالاتصالات انه مع البطريارك مع الرئيس بري عن طريق الوزير علي حسن خليل المطلوب الوزير علي حسن خليل عدة مرات انه لازم يكون في تخريجي كان عم بيقول الرئيس ميقاتي انه الكلام صعب ومعقد مع السعوديين وحتى الامريكيين ما بيقدروا يحكوا مع السعوديين بهذا الموضوع لانه في ملفات عديدة وما تنسى كمان انه حتى حتى توسيط الامريكي بهذا الموضوع استفز الجانب السعودي طبعا لانه حتى السعوديين تذكر بأزمة بأزمة قطر سنة السبعة عشر يلي استمرت لت سنين اجا وزير الخارجي الامريكي عدة مرات وتدخلوا الامريكيين وهي دي قطر يلي فيها اواعد عسكرية امريكية رغم ذلك السعوديين لم يستجيبوا لانه مصالحهم الوطنية تعلو جدا على وطبعا هلأ في ملفات عديدة منها حرب اليمن يلي مختلفين عليها هي انه الامريكان الملف النووي الايراني يلي كمان فجر العلاقة بالسابق مع السعودية وايضا في موضوع اسعار النفط وغيره والاضافة الى كل الواقع بالمنطقة بالتالي السعودي عنده كتير اسباب لحتى ما يسلم بكل الوراء ومنها حتى ورقة لبنان لذلك نحن صرنا بشغلة كتير معقادة فالرئيس ميقاتي كان طلب وتوسط مع كل القوى اللبنانية عشية لقاءه بلينكن انه على الاقل مناخد ورقة يلي هي استقالة الوزير الارضاحي لحتى نسلمه للامريكي ورقة اذا بيقدر يحكي مع السعودي حتى هذا الامر لم يتم وحتى هذه اللحظة كما هو معروف لن يتم فاذا نحن بازمة مفتوحة ايضا مربوطة بشي تاني صار معروف اللي هو تحقيق المرفأ وقضية القاضي بيطار يلي اليوم رجع حزب الله ببيان كتلة وفاق المقاومة اصر على هذا الموضوع هلا كيف تنتهي الامور نرجع بس اليوم يعني بموضوع حتى تركيب الاشياء مثل ما ركبت راحت باتجاه القاضي حبيب مزهر وكأنه تشتم رائحة تسويمة لا لا خليني يكون واضح وصريح والمرة الماضية حكيت انا وقلت انه فيه انقصام بمجلس قضاء العالم واضح صحيح القاضي حبيب مزهر من الاساس معه قاضيين اخرين منهم سيد جمس الدين وروزي لا ميري المهم موجود هني مش مع طريقة القاضي بيطار بهالما واضح انه بمجلس قضاء العالم بمجلس قضاء العالم حسبت بالمحكم نعم واضح انه هو مش مع هذا المسار وبالتالي يمبين انه هاي معزولي لانه اذا بكتطلع من تاني ميل القاضي عماد قبلين بيطلع يوم تعميم بيعميم على انه القطولة علي حسن خليل علي حسن خليل بيكون مفوض فاذا هاتي عندنا به بر كيف فاذا الموضوع طبعا فاذا الموضوع يعني فات وكتير يعني متداخل وما بيعتقد انا فيه ترتيب او تسوي لانه مش مبين مناخ تسوي خليل نرجع على القصة العودة الى مجلس الوزراء اصبحت مستحيلة طبعا الرئيس عون بيريد حتى ما عنده مانع انه يستقيل او يستقيل الوزير الارداحي الرئيس بري كان جوابه اليوم للرئيس ميقاتي اللي بالواقع واضح انه حكي عن خطة خارط الطريق لكن غير واضحة الرئيس بري ما عنده انه نحن ما رح نضغط عليه لحتى يستقيل اذا هو بيستقيل اما حزب الله الطرف الاساسي عم بيقول لا والوزير الارداحي عم بيقول لا انا مش رحفل فهذا بيطرح الموضوع الاصلي ونرجع كمان عدة مرات للتاريخ وانا عم بسمع الشباب هون الحقيقة لكلمة حمسين او اللي حكيه نحن بحرب اهلية مستمرة بلبنان مرة بردي ومرة ساخن بموضوع الخيارات طبعا نحن نحن كان ينقال دايما بسيستنا الخارجية وادى تعبير لفؤاد عمون يجب ان تكون السياسة الخارجية انعكاس للوحدة الداخلية طيب اذا نحن مؤصمين بالداخل كيف بدك تعمل السياسة خارجية والعكس صحيح والعكس صحيح السياسة الخارجية هي فجرت لبنان معلاش لو عملت عرض بسيط وهاي كمان بياخدك على موضوع الحيادي اللي عم بيدعي اللي هو بالمنطق مظبوط لكن كيف بدك تطبقه خليني يقول انه مثلا اذا بتذكروا بالاربعينات لما كانوا الانجليز حاكمين المنطقة ولبنان على اساس الدعم الانجليزي اخد استقلاله طيب قضينا سبعة اثمان سنين كان في محورين كبار بالمنطقة كان في السعودية ومع مصر مقابل المحور الهاشمي اللي هو العراق والاردن وكان في الصراع كتير كبير لبنان كان يلعب بين اثنين الى ان انفجر الموضوع بالصراع على سوريا بعد التسعة واربعين بالصراع على سوريا ضاع الرئيس بشارة الخوري وقت ايجا الدفاع المشترك كمان سنة الخمسين قام دعي لمؤتمر بالانطاري الرئيس بشارة الخوري انه نحنا لا شرق ولا غرب خلونا قالوا له الانجليز حبيبي يلا فباثنين وخمسين اجا الرئيس شامعون اللي هو حليف للانجليز وواضح بقى الى ستة وخمسين الى ان حصلت السويس واجا المشروع الامريكي عبي الفراغ فورا الرئيس شامعون ماشي بمشروع عايزنهاور ماذا حصل انا ذلك الرئيس شامعون كان ماشي بمحور كمان عربي ضد عبد الناصر فاذا نقصمنا بين عبد الناصر وبين المحور الاخر عبد الناصر كان موجة اشتاحة العالم العربي مش شغلة عادية وعابرة طيب اجت التسوية الناصرية الامريكية على الرئيس فؤاد شهاد يلي جرب انه يمسك العصر من الوسط رغم ذلك نحنا مننسى انه سن الواحد وستين بالانقلاب نحنا العلاقة توتر جدا مع الاردن لانه اتهم الاردن انه هو والهشميين كان معلق جينا كمان للتاريخ ايضا اللي عم يحصل اليوم بموضوع الصراع حول حرب اليمن انا زاك بين اتنين وستين والسبعة وستين كانت حرب اليمن كان عبد الناصر معروف يعني مع المشير عبدالله السلال والجمهوريين او مدعوب من الاتحاد السوفيتي وكانوا السعوديين دعمين الامامي والامام بدروك فصار الصراع كبير لبنان انا زاك كان يتهم انه تحت سيطرة عبد الناصر وكان معروف انه السفير عبد الحميد غالب كان ينقي اخر شيء اخر موظف مش وزير كمان على رستو مغازي طبعا وهلأ السفرة كله بس كمان لانه نذكر الموضوع هاليومين سنت السبعة وستين بأول ادار وزير الدولي للشؤون الخارجية السعودية عمر الثقاف بيعمل تصريح بيقول انه لبنان تخلى عن دوره في الحياد بين المحاور العربية وهو منحاز الى عبد الناصر وهدد انا زاك بطرد اللبنانيين وسحب الارصد السعودية من لبنان بسبعة ادار بيجاوبوا مين مثل اليوم بيجاوبوا الشيخ بير جميل اللي كان بيشبه الدكتور سامير جهج على اليوم بيجاوبوا الشيخ بير جميل انه لأ على الدولة اللبنانية انه تاخد موقف ضد ضد عبد الناصر وتمشي مع السعودية برد عليه كمال جنوب لاط انه لأ هذا اعتداء على السيادة وبالتالي مفروض انه نحن نتضامن مع عبد الناصر كل عمرنا هيك طيب مع الاسف هاي سياسة الخارجية قصمتنا وصلتنا الى ان انفجر لبنان بالحرب حتى بايام الحرب ناس مع سوريا وناس مع اسرائيل واثنانهم على الارض اللبنانية والشرعية رايحة سحق مثل هذه اللحظة طيب متى استقر بالحد الادنى لبنان مع الاسف بشكل لا 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 بشكل سلبي معلاش بشكل سلبي وهلأ كتير رح ينسئدوني نعم سعودية والسورية لما الرعاية الامريكية والفرنسية جبرت انه بالعهد السوري يكون فيه اتفاق سوري مصري سعودي برعاية امريكية فرنسية استقر البلد امنيا الى حد ما خلينيقول لحدود الالفان وثلاث البعد اشتياح العراق لما تغير التوازنات وطيحها بالبلد لذلك عم جر بقول انه نحنا مش شي جديد اذا ما اتفقنا على الخيارات الاساسية رح يضلوا البلد يتدركب ورايحين على على كتير امور سيئة خصوصا انه السعوديين بيعتبروا لبنان مخطوف من حزب الله ومن ايران علما انه يعني انه حزب الله ليس منظمة التحرير هن اللبنانيين بدنا نشوف شو بنا نعمل معهم الناس عم بتقول خلونا نختلف ونفترق في حدا عم بيدعي للفيدرالية الناس عم بتقول نتحاور كل واحد عم بيقول شي انما لا حتى اختم هذه الازمة ما بتنتهي لا اليوم ولا بكرة والرئيس ميقاتي الشاطئ عم بيربح وقت يربح وقت بس اخر شي هتنفجر يعني مش هكذا ريعمل شي لكن طبعا مش هكذا عم بقول انه الوقاعة يمكن تسبق التوقعات انا ما بعرف شو رح يصير في وقاعة لكن متل ما هو رايح المنحة والخطير بالموضوع وانشاء الله ما تزبط وانشاء الله ما يكون هذه الوقاعة رح تحصل انه نحنا رح تتطور الازمة التوتر السياسي يؤدي الى التوتر امني مربوط بالتحقيقات وغير التحقيقات اللي عم نشوفه وهذا بيأثر على الانتخابات يمكن ما تصير الانتخابات ويمكن ما يتمدد للمجلس تحت الضغط اللي عم نشوفه ويمكن يمكن ساعتها لا ينتخب رئيس جمهورية وساعتها بنا نروح نطرح كل الامور على الطولة لكن بمتمر وطني وحوار وكيف ومن سيده اله ونحنا بأي تمن بعدين اللي بلشنا نشتغل عليها من سنة الخمسة والسبعين لو صننا لسنة التسعين اليوم شو بدنا نطرح وكل مجموعة الابنانية شو بدنا تطرح وإي بدنا نكون وبأي محوار وإن شاء الله ما هذا السيناريو يتحقق كل مرة بتقولنا إن شاء الله لأسف عم بيصيره